لا يختلف اثنان على موهبته الكبيرة ترق كرة القدم التي يعشقها الجماهير وذهب ليشبع رغبات في لعبة كرة اليد استطاع من خلالها أن يحقق النجومية ويصطفى بجانب أساطير الرياضة المصرية بعدما سطر تاريخا حافلا بإنجازات وبطلات إنه أحمد الأحمر نجم وقائد المنتخب المصري لكرة اليد صاحب السبعة والثلاثين عاما الذي لازال يعطي المزيد من النجاحات لمنتخب بلادي ولناديه الزمالك حقق مع منتخب مصر أربع مرات كأس الأمم الأفريقية وثلاث مرات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية ومرتين ذهبية دورة الألعاب العربية ومرة وحيدة ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر وأفريقيا في بطولة العالم والهداف التاريخي لمنتخب مصر بدورة الألعاب الأولمبية والهداف التاريخية لكأس العالم للأندية أكثر اللاعبين حصولا على بطولات قرية على مستوى العالم بنحو عشرين بطولة قرية على صعيد المنتخب والأندية التي لعب لها أكثر لعبين العالم تتويجا بالبطولات القرية مع فريق واحد وهو الزمالك بواقع خمسة عشرة بطولة بالإضافة إلى كم من البطولات المحلية نجح في قيادة المنتخب لربع نهاء منديال اليد 2021 الذي تستضيفه مصر حاليا في إنجاز كبير لكرة اليد المصرية يحدث بعد غياب طويل منذ نسخة منديال 2001 بفرنسا يشارك الأحمر بالمنديال للمرة التاسعة في تاريخه وعلى الرغم من صعوبة المواجهة للمنتخب المصري في دور الثمانية أمام نظيره الدنمرقي بطل المنديال السابق إلا أن لاعب الفراعن مع قائدهم الأحمر تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم لتخطي هذه المباراة الصعبة والوصول لأبعد مدى بالبطولة وتحقيق إنجاز أكبر لمصر على أرضها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر